أهلا وسهلا بكم كيديرين كيديرين محسين كل شيء بخير أريد أن نجاوب على أسئلة التي توصلني على هذا الدبور القاتل هذه الفيديوهات التي اشتريتها ومثلت تهديد القارة الأفريقية أو المغرب أولا اسمي هذا الدبور القاتل هو ليس شيء قاتل هذا اسم الدبور القاتل يجعل الإعلام لكي يخلع عباد الله والإعلام معروف عليه كي يريد أن يزيد الفخرات ويتناول المواضيع بطريقة الإسم العلمي هو الدبور الآسيوي العملاق ما هو كبير؟ يصل إلى حتى 6 سنتيمتر والشناح الذي أعبرته هو 6 سنتيمتر فهو كبير من نحن العادية بستة أو تسبعة عادية للمرات القرصة ما تقتل؟ لا لكي تقتلك رخص من ثلاثين قرصة للفوق ما يقتلك السم؟ وفي الحقيقة ليس شيء غير هذه القرصة التي تقتلك ما يقتلك هو المضاعفة من السم والحساسية من النظام المنع والجهاز العصبي والعواقب السم على الجهاز العصبي هو ما يقتل لكن واحد لا يقتل ولكن القرصة تقوم بكثير من الآلم لا يمكن أن تعاني من هذه الثلاثين وفي الحقيقة لا يهاجم على الإنسان إلا إذا كانت تقوم بمعنى حاولت تشده أو تقتله أو تقتله أو تقتل لأن الحشرات ستكون دكية ويجب أن يتقموا خصوصا الحشرات التي تقتلت دكية تتعرف من قد تقتلها أو لا المصيبة العظمى هي المتنين الذين تقومون بالعش هذا الدبور الأسيا والعمرق الذين تقومون بالعش يكونوا مجموعين ويكونوا إما العش الجامعة أو المستعمرة أو العش الفردي ينتقم ويدافع على رأسه ويدافع على رأسه بشراسه إذن إذا كانت تقوم بإعتماد ويقومون بإعتماد فيديوهات في الهند بالنسبة لذلك الفيديوهات التي تقوموا في الهند وذلك الناس الذين ملوحون في الارض هؤلاء الغاز يتسرب من واحد البلاسة وشموه وداخله وضعه وهذه المشاكل باديه اليوتيوب وهذه الوسائل التواصل الاجتماعي أنك ستطلب غتي ودير أي عنوان والناس ستأخذ بك وللأسف الشديد مزاكني الناس الذين يضحكوا على عباد الله وليس لديه مشكلة يكذب عليك لكي يأخذ المشاهدات هذه الفيديوهات لا يوجد أي علاقة بالدبور والآسيا والعملاق وماذا يوجد في أفريقيا وماذا يوجد في المغرب لا أعرف حتى الآن لا يوجد أي شيئا وكيف ينتقل لا يوجد المسافة لا يستحيل يضرب ألاف الكيلومترات وكان يوجد واحد في الولايات واشنطن ومات وحد الوحيد الذي يجد في أمريكا الشمالية حتى الآن هو إلداز الإفريقيا عن طريق الشحن الجوي والبحري وغالبا ينتقل عن طريق الشحن البحري في شيء بطوك يرسل بطوك في منطقة يخرج طيار وهكذا ينتشره ولكن إذا لم يكن الخطر على الإنسان على ما كان الخطر الخطر كان على الحل هذا الدبور الآسية والعماق عزيز عليه هجم على نحل في العش في المستعمرة التي يكون فيها عشرات الآلاف ويقتل 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 بطريقة ويقتل الراس ويقتل ويقتل الراس لا يوجد العلماء الذين يدرسونها هو يقتل الراس ويقتل الراس ويقتل 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 معهم فهو لا يوجد خطر هذا الدبور الآسية والعماق ولكن ما هي المشكلة الأعدمة؟ أوروبا أفريقيا أفريقيا وأمريكا ويقتل الشمالية إلا أنها بعيدة ويصل عن طريق الشحن المشكلة هو أن النحل الإفريقيا والنحل الأوروبا ويقتل العسل ما زال ما يتعامل ولا يدخل هذا الدبور الأسيا والعماق سيطلب لهم الإبادة لأن غير 20 أو 30 منهم يقتل 20 ألف أعقل هذا الرقم إذا يدخلوا المستعمرة من النحل العشة و القرية إلا فيها 20 ألف سيقتلهم كل شخص يقتل ألف النحل اليابان والأسيا واليابان يطور طريقة الدفاع عبر ملايين سنين يطورون كرة النحل يشدون كل دبور الأسيا والعملاق و تجمعوا عليه كرة المئات و يضربوا جناح حتى يصخنوا و يطيبوه و يطبخوه و يتطفع حرارة و يموت و يموت و يموتوا معه حتى يضحوا بأسهم و يقتلوه و يموتوا معه ولكن هذه الطريقة لا يعرف أننا لا أفريقيا ولا أوروبا و لدي الأمريكا الشمالية لأن نحل الأسيا لا يعرف معه و يعرفوه منذ مئات الآلاف السنين و ملايين السنين فتطوروا ميكانيزم للدفاع نحل نحن في الأفريق و المغرب و الأوروبا لا يعرف هذه القضية فهناك الخطر إذا جاء الإبادة مضمونة إذن الخطر الوحيد للنحل الأسيا والعملاق هو نحل الذي يعطينا العسل و إذا اختفى العسل من الطبيعة مشكلة كبيرة للعسل خاصية بخاف الطبيعة لأنك يساهم في التوازن لا ترى نحن أنه يعطينا العسل لا يساهم في الطبيعة و يساهم في التوازن بطريقة التي ينقل لقاح من الورود و الطريقة التي تنقل بين الورود يساهم في التوازن و مفيدة للورود و مفيدة لك الإيكو سيستم إذن هنا الدول و القرى الإفريقية و الدول القطرية لك النهار اللي غيبان هذا الدبور الآسيا و العملاق في أي دول أخرى خصوم يأخذوا التدابير و يقتلوه و يقضيو عليه قبل ما يأخذيه على الحل لكي يعطينا العسل فهذه كانت إجابة سريعة على الأسئلة لكي يعطيكم على الدبور الآسيا و العملاق و نشكركم على التفاعل و شكرا على الأسئلة و إلى فيديو آخر موسيقى